منكم اللي قلقان وبيفكر كتير فممكن تجيك حالة الأرى أو خلال هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي تدور حولك لهذا يجب أن تستجمع قواك وتحاول أخذ الأمور يعني بأكثر واقعية بواقعية مهما كانت الوضعية اللي انت فيها يا برج الجديد كذلك يعني فيه منكم اللي تعرض للخيانة سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حداخان الثقة فاش أنا شايفة يعني إحساس بالندم والدنب كذلك فيه منكم اللي منفصلين فشايفة إحساس بالحزن والتعب يعني آآ والتفكير بالماضي ففيه مشاعر دنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة هي تسبب لك التعاسة وتعاسة عميقة وكذلك شايفة إنه فيه تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب يعني كأنه فيه إنسان يقول يريد يعني لو يرجع الماضي وسوي كده وكده وكده يعني تسوي الشغلات قبل حصولها ففيه خيبة أمل تعرض طولة يعني خلتكم ضايعين وفيه مفترق الطرق فأنت تحتاج يا برج الجدي إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منها فبمجرد القيام بهذا ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجدي فأنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أيا كانت هذا الشيء اللي بيطلبه منك التعلم كان ممكن يكون الشيء اللي صارت بسبب علاقة ولاتية شيء وارد كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي فيه الذي أنت فيه دائما يعني كل مرة عمتعت الحب ويعني عمتكون مخلص ولكن ما عمتلاقي التقدير وانت مليت من الوضع ومن الوقت يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول ياخد قرار في شغلة معينة ممكن شيء حدا تخلى عنك أو أنت انسحبت من العلاقة أو أنت زعلان بسبب طرف ثالث بسبب خيانة فالأمور يا برج الجدي يعني راح تتحسن وإن شاء الله خير يا برج الجدي فأنت لازم تطلع من الحالة هذه والآن سوف نمر إلى ما هو عاطفي يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة فرح نبلش شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه آفل على حالك واخد جنب كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب وبالطالب يعني بحكم أو بالعدالة فممكن يكون الحبيب يتزوج أو أنتو يعني في حلقة ثلاثية لا يتحدث في حلقة ثلاثية أو هو ممكن يكون هو الزوج وانتو متباعدين مع بعض في عندي برج ميزان جوزاء دلو احنا ماشيين بالقراءة ورح أقول الأبراج اللي عم تظهر بالقراءة لأنه كل الطاقات موجودة ترابية ترابية نارية هوائية أو مائية كذلك مائية ولكن كأني شايفاك متعلق يا برج الجدي متعلق بالحبيب وفي مراقمة وحتى الحبيب بعده بيراقبك يا برج الجدي ولكني شايفاك عامل روحك مو مهتم وفي منكم اللي مختفي ومخبي مشاعره مو عم يظهر أبدا فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار ممكن تكونوا حاليا كل واحد في مكان أو كل واحد في بلد لأن اللي شايفاك فيه مسافة بيناتكم فيه منكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه فممكن يكون أكبر منك الشخص هيدا يعني لإني بشوفك إنه متزن وأكتر حكمة وعارف حال وشو عم يعمول فيه برج الميزان تور عزراء خليني شوف طاقتك ورح نشوف الطاقة تبعك طاقتك فعموماً يا برج الجدي شايفاك يا برج الجدي متزن وواتق من حالك رغم كل الشي ساعة فكذلك شايفاك فيه منكم اللي عنده خيبة أمال من الشغلة صارت أو من علاقة ولاتية يعني ممكن تكون دمرت علاقتكم أو حدفاته على العلاقة وانفصلته كذلك فيه عمشوف فيه منكم اللي بعيد عن أهله وهو ومشتاق لإلهم في اللي قاعد لحاله عمشوف فيه تفكير وذكريات يعني لحدا من الماضي مشتاقن له كتير انتو بتحبوا بعدكم يعني وكأنه صارت بيناتكم مشاكل ولكن شايفاك يا برج الجدي ماسك زمام الأمور يعني وبعدك يعني عم بتفكر فيه بعدك بتحبوا فيه منكم نقل للحبيب يعني زعلان على الفراق اللي صار بيناتكم وبعده فيه ذكريات يعني كانت فيه بيناتكم يعني شغلات حلبة فيه رجوع لحدا لبعضكم فيه رجوع لحدا من الماضي ممكن تكون يعني كانت فيه بيناتكم علاقة طويلة فيه ذكريات والشخص هذا شخص يعني مليح يعني مو شخص صيء هو شخص طيب وبيحطك وبيشوفك شغلة حلوة وفيه بداية جديدة انتلاقا يا برج الجدي ولكن الرجوع هذا لبعدكم رح ياخد وقت يا برج الجدي كذلك فيه شغلة غريبة عندي هون بالقراءة حبي تشير إلى فيه ملكون اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب وبيحب شخص طاني هو مو مرتاح مزواجه شايف يا برج الجدي كأنه كأنك بدوامة كأنك خايف تمشي بالطريق لقدامك وعم تطالب بالعدالة وعم تطالب بحكم ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك كذلك فيه ملكون اللي الحبيب تركه وبلش حياتي يعني وبلش علاقة جديدة أو مشروع جديد أو مشروع زواج أو تزوج حتى لاني شايف الحبيب حاليا متزم ومشغول وبيفكر بمشروع يعني ممكن يكون مشروع زواج مشروع مالي شايفاه مشغول بحياته كذلك يعني ما أخفيك أنه بيفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا سواء كان وصلتكم للانفصال أو القضاء لاني شايفاه حاليا هو بطاقة اتزام وتفكير كذلك فيه من كون اللي شايفته كانت بينه وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة وحاليا عم شوف فيه تباعد بينك وبين الحبيب هيدا اللي علاقة كانت مدة طويلة بالسنوات يعني عم شوف من كون اللي فاصل قافل كل شي مرتبط بالتواصل السوشال ميديا يعني كأنه عامل حالك مطمش ولا على بالك ومختفي وعمل طالبي يعني كأنه بالعدالة عدالة بحكم شغلة هيك بس أنا شايفك بعدك بتراقب الحبيب وهو كذلك بيراقبك لأنه بعده فيه ذكريات بيناتكم وهو حاليا بفكر يعمل استشفاء يعني هو بفكر إذا فيه مجال للرجوع أو أنت خلاص نسيته كذلك عندي فيه ورقة بتشير إلى حكم ممكن يكون مرتبط بالقضاء أو قرار يعني أخدوا الحبيب أو شغلة هيك يعني كأنه فيه انفصال عن شخص يعني بتحبه ممكن تكون آآ انت انفصلت عنه أو آآ انفصلت بسبب يعني البعض كل واحد في دولة تانية منفسدين يعني كل واحد في دولة أو حتى تربطكما مع بعض يطوما علاقة طويلة ففي يعني تواصل روحي بيناتكم في برج القوس والحمل والأسد كذلك كما يحدرك التارو من القاء اللوم والاتهامات على بعضكما البعض لأن هذا قن يرهي العلاقة فالتارو بيقلك يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تسامحه يعني أن تسامح الشخص اللي معاك ولأنت اللي بدك إياه على الأخطاء اللي صارت بالماضي أيًا كانت إذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه ففي منكم اللي شايفاه زعلان واخد جنب وكأنه أخذ قرار وقافل على حاله بعد خيبة أمل وصدمة من الأشخاص مقربين يعني مقربين كأنهم أقرب أو كانوا بالقلب نتيجة خداع أو خيانة أو مكر أو عدم تقدير يعني كأنه الشخص هيده والناس هدول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة فشيفك زعلان كأنك يعني مسافر أو بدك تسافر أو سافرت ولكن بعدك حزين يعني وفي زكريات أخذها معك وبعدها معك كأنك مربط كذلك في منكم اللي تطلقوا يعني في طلق موجود عندي في حدا تخلى عنكم يعني شريك حياتكم عم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هاد الدوامة وفي منكم اللي عم يستنى حكم عم شوف يعني في احساس في ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنها يعني كأنه عم تسأل حالة ليش صار معي هالشيء وليش الله مساعدني فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك ولكن أفكارك السلبية تحجبها عنك عليك التقرب من الله وتعمل ميديتيشن وكل الأمور ستتحسن يا برج الجدي شايف في لخبطة كبيرة وفي هاي القراءة عادة في شغلات كتيرة بالقراءة في منكم اللي بعلاقة علاقة التوأم الروح وصار بناتكم كلام أو عناد أو الشخص هذا عنيد فشايفك أنه كل واحد واخد جنب أو متباعدين فالحبيب شايفك يا برج الجدي النسلي في الوضع هذا شايفك أنه أنت الحب وفي تواصل روحي بيناتكم يا برج الجدي الحبيب براقبك ومفتقلك شايفك تعباني يا برج الجدي خليني شوف خليني شوف خليني شوفه شايفك يا برج الجدي انك ستصبح متحمس أو ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل أو في سفر وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني رح تكون مرتاح معه أو يعني مع شخص من الماضي يعني شخص بتحبه إنه الورقة هذي ورقة البداية الجديدة ورقة النجاح ورقة يعني زواج خقوبة احتفال يعني شغلة حلوة يعني كما قلت أو ممكن شخص جديد أو شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه أو شخص يعني رح تحبه في شغلة حلوة رح تصير يا برج الجدي ممكن يعني زواج أو نجاح أو انتصار فأنا شوفك رح تتقدم يا برج الجدي طالع لك الشمس ففي أحداد جميلة جاية بطريقك إن شاء الله يا برج الجدي بعد الشغلات اللي شكناها بالورق وشفنا الوضع تعبان وشغلات صارت معك يعني شغلات متعبة يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك في أخبار صارت في منكم اللي رح يطلقى هدية رح تكون مفاجأة إلو أو رح يوصلوا يعني شي خبر حلو ملبيه رسالة شغلة في منكم اللي مر بتجربة قاسية يعني أو طلاق يعني أو متحمل مسؤولية كبيرة في كذلك اللي عم شوفي منكم اللي طلقوا عندوا أولاد يعني هاي مسؤولية كبيرة ولكن عم شوفك يعني أكتر حكمة صارت أكتر حكمة وأكتر اتزاناً خصوصاً بعد الشي اللي صار معيك يعني بعد خيبة الأمال والهموم يعني اللي مريته فيها واحدة مريدة عن أشياء صارت بالماضي أو حتى عن وضعك المالي كذلك عم شوف في ناس متعلقين بشخص من الماضي أو بأحداث من الماضي أو شغلات صارت أو شغلات صارت معكم يعني كأنه في شغلة يعني غريبة رح تصير معكم يا برج الجري يعني كأنه في مساعدة رح تجيك يعني من السماء من الله رح يساعدك بشغلة شي معجزة رح تصير معك يعني شي انت ما كنت متوقعه هلين أشوف يعني شغلة انت كنت بتطالب بيها يعني كأنه حكم عدالة عدالة شغلة أو ممكن زواج في شي حدث سعيد إن شاء الله خيط بس الموضوع هذا رح ياخد وقت يعني رح يتجاوز الشهر هذا أو ممكن ممكن يعني إنه رجوع شخص انت بتحبه شخص مهم بحياتك أو فيه انتصار يعني كنت عم تتسنى يعني فيه شغلة رح تصير شوفوا الأوراق كيف يجت الشي شغلة رقم واحد انت لازم تشوف شو يعني شي رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة ممكن بعد أسبوع في واحد شهر الجاي شهر واحد أو يوم واحد بس انت لازم تشوف رقم واحد شو بالنسبة إليك شو صار يعني ممكن يكون انت صار جاي لك بس فيه شغلة يعني يجي بطريقك يا برج الجلي رح تصير ممكن قضية رح تتحكم للصالحة كعدالة رح تحصل عليها فبتمنى إنكم تخبروني عن الشغلة هذه يا برج الجلي بالتعليقات رح أستنى أعرف لأنه أنا صار عندي فضول أعرف إنه الأوراق يعني ما فاتوا إجوا بهالطريقة هذي فإن شاء الله خير يا برج الجلي كذلك عم بشوف يعني برج سرطال حوث في أبراج كثيرة موجودة عندنا بالقراءة هذي جوزاء فإن شاء الله خير يا برج الجلي شغلات كثيرة مريت فيها إن شاء الله الأمور رح تتغير لأنه ما في شي بيضل على حاله يعني ما في شي بيضل الأبد أهم الشي الإنسان إنه يفكر بطريقة إيجابية ويتقرب من الله ويتوكل عليه ويتفكر بالشغلات اللي بدوا إياها لأنه في مثل بيقول الشي اللي أنت بتفكر فيه هو الشي اللي رح تحصل عليه فإن شاء الله خير يا برج الجلي فبتمنى تخبروني عن الشغلة هذي الرقم واحد وإن شاء الله تنتبغ القراءة على أكبر عدد وتكون فيه طاقات يعني تشمل إن شاء الله أكبر حدث وإن شاء الله أكبر